علاقة اسم مفتي مصر الجديد بالدين المسيحي المفتي الجديد لمصر نظير عياد رد عجدل اللي حصل حوالين اسمه على مواقع السوشيال ميديا لما بعض الناس ربطوا بالدين المسيحي عياد في مداخلة تليفونية مع برنامج حضرة المواطن اللي بيقدموا الاعلام سيد علي على قناة الحدث اليوم وضح ان اسمه نظير محمد عياد وعشان كده بعض الناس فكروا انه اسم مسيحي هو قال انه اسرته هم اللي اختاروا الاسم ده عشان يموضحوا انه مفيش فرق بين المصريين كمان اشار ان اسمه بيعبر عن الاخوة والوحدة بين طرفية الامة في مصر ووجه شكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي واحمد الطيب شيخ الازهر على انتخابه كمفتي للجمهورية واتمنى انه يكون قد السقة اللي الناس حطوها فيه عياد حصل على لسانس اصول الدين في العقيدة والفلسفة سنة 95 وكمل ماجستير في نفس التخصص سنة 2000 وخد الدكتورات مرتبة الشرف الاولى سنة 2003 ده حسب مقال مجمع البحوث الاسلامية اتدرك في الوظائف الاكاديمية وبدأ معيد وبعدين بقى مدرس مساعد وبعدها مدرس ثم استاذ مساعد في كلية اصول الدين جامعة المنصورة وبعد كده انتقل لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ كاستاذ مساعد في العقيدة والفلسفة لحد ما حصل على الاستاذية سنة 2016 نتمنى له التوفيق ان شاء الله والنجاح ويعني ربنا يسدد خطاه وينفع الامة المصرية ان شاء الله اشتركوا في القناة